أفضل طريقة للحصول على فكرة جيدة هي جمع أكبر عدد ممكن من الأفكار وكما قال حامل جائزة نوبل الدكتور لينوس بولينغ لكي تأتي بفكرة جيدة يجب عليك أن تبدأ بعدد كبير من الأفكار ومن ثم تتخلص من تلك الأفكار الرديئة مراحل تحويل الفكرة إلى فرصة هناك خمس مراحل لتحويل الأفكار إلى فرص المرحلة الأولى توليد الفكرة المرحلة الثانية التعبير عن الفكرة المرحلة الثالثة صياغة الفكرة المرحلة الرابعة تقييم الفكرة المرحلة الخامسة اختيار الفكرة المرحلة الأولى توليد الأفكار وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل للإبداع والابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية هناك عدة أساليب مهمة تستخدم في هذه المرحلة الأسلوب الأول جماعات التركيز وهي أعملية يقوم بها أحد المديرين بمناقشة موضوع ما مع مجموعة صغيرة لديهم الخبرة في هذا المجال والمدير في هذا الأسلوب يقوم بتركيز المناقشة مع الأفراد على موضوع أو مشكلة بشكل مباشر ثم يقوم أعضاء المجموعة بحث وتشجيع بعضهم البعض لتطوير هذه الفكرة أو هذا المشروع الأسلوب الثاني العصف الذهني وهي من أشهر الأساليب المستخدمة في مجال الابتكار وحل المشكلات حيث يمكن من خلاله إيجاد أفكار وحلول المشكلات في زمن قصير من خلال المشاركة المتنوعة للأفراد المعنيين بالمشكلة الأسلوب الثالث تحليل مخزن المشكلة تتم هذه الطريقة بالتركيز على مشكلة محددة وتحليلها للخروج بأفكار وحلول جديدة لها بحيث تتم العملية بإعطاء لأشخاص المشاركين من المستهلكين قائمة من العيوب في أحد المنتجات الرئيسية مثلا الوزن الطعم السعر ويطلب منهم حصر تلك العيوب واستخراج منتجات تابعة لهذا المنتج الرئيسي تعاني من العيوب المحددة بالقائمة نفسها طبعا هذه الطريقة تعد ذات فاعلية عالية لسهولة الربط بين منتجات محددة بعيوب محددة كما أنها تفيد في التوصل إلى منتجات جديدة بدلا من ابتكار منتج جديد من العدب في المرحلة الأولى في توليد الأفكار وفي تصنيف الأفكار مهما كانت الطريقة المستخدمة في توليد الأفكار فلابد من تلخيص حجم الأفكار إلى القلة الجيدة ويمكن تصنيف الأفكار إلى أولا أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق مباشرة ثانيا أفكار مفيدة إلا أنها غير قابلة للتطبيق مباشرة وبالتالي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة ثالثا أفكار جيدة وغير عملية وأخيرا أفكار مستثناء